رفع وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن عبدالله النخعي اليوم برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس المشير عبدالربو منصر هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة العيد الوطني السابع والخمسين لعيد ثورة السادس والعشرين من سبتمبر الخالدة جاء فيها فخامة المشير الركن عبدالربو منصر هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة حافظكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعدنا ويشرفنا أن نرفع لفخامتكم باسم كافة منتسبي القوات المسلحة أطيب التحايا والأمنيات وأجمل التهاني والتبريكات بمناسبة حلول الذكرى السابعة والخمسين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر الخالدة متمنين من الله العلي القدير لفخامتكم موفور الصحة والعافية والتوفيق والنجاح في مهامكم الكبيرة والنهوض بمسؤولياتكم الوطنية العظيمة في هذه المرحلة الاستثنائية التي يمر بها الوطن والظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا الأبي الذي يحتفل اليوم بأعظم مناسبة من تاريخه الحديث والمعاصر الذي صنعه الأبطال في يوم السادس والعشرين من سبتمبر 1962 يوم الثورة المجيدة التي سطرها الشرفاء الأحرار من جميع أبناء الوطني لإسقاط النظام الإمامي الكهنوتي وإنهاء عقود من الظلم والاستبداد والتأسيس لنظام جمهوري مشرق يقوم على الحرية والديمقراطية والعدالة والمساوة ولقد كانت تلك الثورة السبتمبرية تتويجا لنضالات وتضحيات أولئك الرجال الذين صنعوا البدايات الثورية التحررية الأولى في عامي 48 و55 لاقتلاع جذور الإمامة والتخلف في شمال الوطن وتهيئة الظروف لتحرير شعبنا من الاستعمار في جنوبه لتكتمل الأهداف ويتحقق النصر في الرابع عشر من أكتوبر العظيم حيث جسد الأبطال بدمائهم الزاكية وعزئمهم الصلبة أروع معاني الوفاء والإخاء والتعاون والتعاضد والولاء للوطن والهوية فخامة الرئيس القائد نحتفل بهذه المناسبة الغالية وشعبنا يقف بثبات تحت قيادتكم الحكيمة ويخوض معركة الدفاع عن ثورته وجمهوريته ضد مشاريع الماضي البغيض والخراب والفوضى وأحلام العودة للإمامة والاستعباد وأوهام العودة للشمولية والاستعمار ويصطف جميع الشرفاء والأحرار تحت راية القيادة الشرعية والمؤسسات الدستورية لصد كل المؤامرات الرامية للعبث بأمن واستقرار الوطن ووحدته وسيادته وسلامة أراضيه والتصدي لكل محاولات الإنقلاب على المكتسبات والقفز على التضحيات والتمرد على الثوابت الوطنية وإفشال مساعي التقسيم والتقزيم ومخططات التمزيق والتفريق وتحل هذه المناسبة وشعبنا أكثر تماسكا وتمسكا وإصرارا على المضي نحو تحقيق كامل الأهداف وحماية وحفظ المكتسبات والانطلاق نحو آفاق التطور والازدهار والتأسيس لمستقبل آمن ومزدهر فخامة الرئيس القائد يعيش شعبنا هذه الذكرى الغالية وأبطال قواتنا المسلحة قابضون على الزناد يسطرون البطورات ويصنعون الانتصارات في سبيل استكمال تحرير كل شبر من الوطن ودحر الميليشيات الحوثية وميليشيات الانقلاب والتمرد ومحاربة الجماعات الإرهابية المتطرفة والممارسات الفوضوية العابثة وإن مؤسسة الوطن الدفاعية باتت اليوم أكثر قوة وقدرة للقيام بواجبات هد السورية والوطنية وتنفيذ المهام الموكلة إليها في أي زمان ومكان ونؤكد بأن هذه المؤسسة ستظل كما عهد تموها أنتم القوة الضاربة ضد الأعداء تذود عن سيادة الوطن وتحمي مكاسبه وتحرس سلامته وتصون وحدته بكل غال ونفيس نهنئ فخامتكم مرة أخرى بهذه المناسبة مجددين العهد لفخامتكم ولشعبنا بأننا لن نفرط أبدا بمصالح الوطن العليا وسنواصل المضي قدما في ظل قيادتكم الرشيدة نحو تحقيق الأهداف وتلبية الطموحات والآمال المنشودة شاكرين ومقدرين جهود الأشقاء في دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية وتضحياتهم المبذولة إلى جانب شعبنا وجيشنا في هذه المعركة المصيرية المشتركة المجد للوطن والشموخ للشعب وقواته المسلحة والحرية للأسرى والمختطفين الخلود للشهداء الأبرار والشفاء للجرحى والمعاقين